مباراة النادي الاهلي مع طلائع الجيش ومؤجلات الدوري العام ويعود النادي الاهلي لفصوله البيخة ومسيماني لفصوله مش عارف اقول ايه مسيماني النهاردة فشل في ادارة المباراة فنيا نادي الاهلي فشل في الفوز على طلائع الجيش وتعادل تعادلا سلبيا بدون اهداف مسيماني فشل في قيادة الاهلي للفوز على طارق العشري والذي تفوق بامتياز مع فريق طلاع الجيش فريق بدون نجوم تقريبا استطاع ان ينال نقطة من ملعب الاهلوي السلام من قلب الاسد من النادي الاهلي الاهلي يفقد نقطتين في صراع الدور العام ونزيف النقاط يقلق جماهير النادي الاهلي بمنتهى الامانة نزيف النقاط لا احد ينسى هزيمة المصري ثم تعادل حالي منذ دقائق مع طلاع الجيش فنزيف النقاط النادي الاهلي يعاني منه وان كان ما زالت الدوري مستمر ما زال المباريات متبقية كثيرة جدا محدش يقدر يقول لو بصينا على منظر جدول الدوري العام الزمالك في الصدارة من 15 مباراة لديه 35 نقطة الاهلي من 13 مباراة لديه 32 نقطة يعاني الاهلي لسه مليه مباراتين موجلتين عن نادي الزمالك يكسب واحدة يبقى يتساوى مع الزمالك في فارق النقاط يكسب التانية يبقى يتصدر جدول الدوري العام منفردا برصيد 3 نقاط لكن انت بتتكلم اه الدوري لسه بدري وهيبقى فيه نقاطها ضيع من الاهلي ومن الزمالك ومن كل الفرق ده طبيعي لكن لما نيجي نتكلم عن مباراة الاهلي مع طلاق الجيش بحد ذاتها النهاردة النادي الزمالي يقدم اسوأ شوط شفنا للنادي الزمالي منذ مواسع زي ما له استاذ ماهر العمدة ثالث مرة مع طلاق الجيش النهاردة اداء منتهى السوق من الجهاز الفني من اللاعبين من كل حاجة يعني لو قلنا مين الاسباب نحمل موسيماني رقم واحد ونحمل اللعيبة رقم اثنين طبيعي النهاردة موسيماني ابتدى المباراة بتشكيلة في الشناوي في حراسة المرمى اما اثنين ما السكين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم على اليمين محمداني على اليسار علي معلول في الوسط السولية وديانج وابتدى بالشحات وافشة وبرسيتاو وحسام حسن شفنا التشكيلة قلنا كويس افشة بدي من بدري بيريح بعض اللعيبة شفنا التشكيلة قلنا كويس انه مدي لحسام حسن من بدري استغربنا ان بيريسيتاو برضو واخد لكن النهاردة تغييرات موسيماني متأخرة جدا جدا انا ليه اصبر على بيريسيتاو مش شوت كامل ده ان انا اطلعه في نص الشوت الاولاني النهاردة ما زال بيريسيتاو يعاني من عدم الاتزان يعاني من عدم يعني كرة في الشوت الاول رأس حرس المرمى هو بيوصل وبيتحرك بشكل عرضي كويس وبيتحرك بشكل طولي كويس لكن ما زال فرصة اخضار الاهداف عامل مؤثر انت مش جايب لعيب افريقي لعيب له قيمة علشان يضيع لك كورب المنظر ده تعايز من نص فرصة تخلص النهاردة بيريسيتاو من مباراة من اسوأ لا اسوأ فموسيماني خلاص انا بين الشوتين بيريسيتاو ده ما ينزلش الشوت التاني انا لو من موسيماني واشوف بيريسيتاو بالمنظر ده بيريسيتاو ما يشمش ملعب الاهلويل الشوت التاني ما ينفعش حسام حسن نهاردة خاد الفرصة لم يقدم المستوى لكن كان لازم من بدري طهر محمد طهر ينزل كان لازم من بدري صلاح محسن ينزل كان لازم من بدري محمد شريف ينزل النهاردة لو بصين على التغييرات انت اولا حمدي فتحي نزل مكان السولية وده تغيير مبكر نتيجة اصابة السولية واطمن حضراتكم عليه ويحسب الجهاز الفني عدم الضغط على السولية بالمناسبة حمدي فتحي اصلا كان يشعر بالاجهاد وزي ما مسلمان يقال في المؤتمر صحفي كان من المفترض يبدأ بحمدي فتحي ولكن شعوره بالاجهاد خلا يبدأ بالسولية السولية اصيب فنزل حمدي فتحي هو عنده تلت دفندرات بس فدعله بقى للتغييرات الهجومية اللي فرقت انت بتكلم في ديها 69 فليه اصبر لديها 69 عشان انزل صلاح محسن وانزل محمد شريف وانزل طهر محمد طهر ما بين شوطي المباراة لازم تسحب بيرسي تاو وتنزل محمد شريف تنزل طهر محمد طهر تنزل اي لاعب لكن لحد ديها 69 الامور بقت صعبة جدا 69 انت كأنك بتعمل ضغط على لعبتك كأنك بتعمل ضغط على لعبتك كون بعدين تغيير اخيرة في دياحة 80 نزول لويس مكسوني مع حسين الشحات مش عايز اقول حتى التغييرات متأخرة اه ومسي ماني اخطأ في التغييرات اه ولكن حتى إدارة المباراة على المستوى الفني تفوق فيها طرق العشر عرف يا حجم النادي له ما شفناش معلول ما شفناش محمد هاني النهاردة افشا مجاش النهاردة تمريرات يعني هتكلم معاكم بعض الاحصايات من افضل او من اسوأ عفوا المباراة للنادي له على مستوى التمرير النهاردة تمريرات منتهى السوق التمريرات منتهى السوق سازماري العمد بيلك حتى الشنوي كان وحش بس شال حتة في الشروط الاولاني لكن النهاردة دي ينجي تمريرات ملاش معنا خالص حمد يفتحي نفس القصة انا بقى عارف اقول لكم السبب الحقيقي لأداي الاهلي في هذه المباراة وانا يعني عن قرب بعارف شوية بواطن الامور اللعيبة مش مركزة ذهنيا اللعيبة استهلكت ذهنيا في مبارتي الرجاء المغربي ودي برضو مشكلة جهاز فني ان انت مجهستش اللعيبة فنيا اللعيبة نازلة اولا باين عليهم الارهاق رغم انهم اخدوا راحة 48 ساعة لكن باين عليهم الارهاق مع نهايات رمضان والصيام وا 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 فباين على لعيبة الارهاق يبان حتى في الدليل في التخاذ القرار النهاردة خد في لحظة تخلص كورة في بطق تمريرات وتقل كأن فعلا كياس رمل في رجل الرعيبة فلا النهاردة اللعيبة اه لياقة بدنية سيئة ارهاق مفيش تركيز ذهني حتى ودي في التمريرات تمريرات ملاش معنى بطق في التمرير مفيش لعيب بيجري للتاني النهاردة لعيبة قاعدة متكتفة وكان عايزة المباراة تخلص ده حتى لو بصيت الحاكمة ده ست ده وقت بضل بايع في ديئة الخمسة طبيعي تعمل اوبرلاب ورمي في التمنتاشر اللعيبة بتعملش حتى كده يعني حتى اللعيبة مش قادرة وكأنها خايفة تحدف تترد ومش هيقدر يرد فلا النهاردة فيه ارهاق علامات استفهام لا ده ده شغل جهاز فني ده شغل جهاز فني بمنتهى الامانة وابتدت اشعر بقيمة يبقى حد موجود مع المسيماني وسامي ومصان بمنتهى الامانة فكرة تالت فكرة تالت يبقى موجود النهاردة لازم كان المسيماني لو فيه مدرب مساعد كويس هيبدأ يشتغل مع له باكتر مع تقدير السامي ومصان انا اقصد معاه انا اقصد معاه فلا ليه هجوميا مش فعال دفاعيا كان مفل كويس لكن النهاردة حتى المسيماني في المؤتمر الصحفي لك انا نزلت الاربع في رودة وبتوعي وضيعت خلاص عالج المشكلة يا موسيماني ما هنعمل ايه طيب طب انت النهاردة بتتكلم على صلاح محسن ضيع في نص فرصة وانت هنمزله في ديها تسعة وستين مدت له الشوت كامل ليه مدتش ليشريف شوت كامل ليه وصبر على بيرسي تاو كل دا ليه فلا يعني انا مش مع فكرة هدم المعبد انا بزلت بقايد تواجد موسيماني وتواجد الجهاز الفن واللعيبة دي لسه اللي كنا بنشيد بها في مباراة الرجاء وبنساندها وبندعمها عشان مبارتي وفاق ستيف فاحنا بنساند وندعم الفريق مفيش مشكلة بسازة حكمة الهواري كده الدوري ضاع بدري اوي على الكلام دا ودي لسه بدري بدري اوي لالي يكسب المطشين الموجرين بمتصدر الدوري بفرد ثلاث نقاط ففكرة ضيع الدوري لسه بدري لالي هيضيع نقاط تاني والزمالك هيضيع نقاط تاني بالمنازل ونهارده بيرامدز غلب فلسه بدري على الموضوع الدوري انت بتتكلم مباراة بحالها مباراة لوحدها بنقططعها وبنقيمها نهارده طارق العشري تفوق فنية مسك الاطراف مسك كورة تغييراته فرق تستحوز لعب النادي الاهلي بمزاجه وكان بيدغط من بدري اوي وساعة كان بيدغط من وراء اوي نهارده عارف كان ممكن يخلص تقدر الله ما شاء فعل يعني فاستاذ محمد عبد السميع وستاذ احمد ده منه اتحرق ودي اول مرة اتكلم عن المدارب ده المفروض ياخد الاتنين اه 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 استاذ محمد عبد السميع وجهة نظر محترمة وجهة نظر محترمة ربنا يسطره ما احصلش زي الدوري اللي فات محمد عبد السلام استاذ مهر العمدة التدريبات عليها عامل كده الفريبة مش بيتضرب كويس وجهة نظر فاهم انا شايف مو سيماني انت لو كنت نزلت التغييرات من بدري كنت تعمل حالة من الاستفاقة كمان اللعيبة بتضيع فرص اه في غياب توفيق معاك بس ما انت اللي عليك تعالج الفرص دي كما اللعيبة هتعالج اخطاقها منين النهاردة الارهاق ده مشكلته ايه ما انت بتدي راحات طويلة طب براحات الطويلة السبب ولا ايه قصة فامور فنية كتيرة على النادي لالي تلافيها في المبراط القادمة لالي مستوى بينزل يا استحمد مفيش جديد في الهداء خالص لكن النهاردة برضو بمنتهى الامانة اللعيبة عليها جزء النهاردة اللعيبة نزلة المباراة وكأنها مباراة في مش عايز اقول مباراة ودية ده كأنها خماسي كده بتاع رمضان الجميل بتاع زمان ما قبل الكورونا لا النهاردة اللعيبة اوتو فورم اوتو فتركيز مش مركزة خالص اللعيبة نزلة مريحة حتى من بداية المباراة حالة استرخاء وهدوء تمام ده معناه ان اللعيبة ما كانش متحضرة كويس للمباراة بمنتهى الامانة فلا زي ما بنرفع اللعيبة لازم برضو ننتقد منتهى الاحترام المدرب لازم يحفزهم معاك حق طبعا ما فيش حاجة اسمها اللعيبة ملاش في الدوري ومش عايزة تلعب في الدوري انت لعيب في النادي لا يلي تلعب في كله تلعب في كله لازم لا يجدد الدوافع برضو اللعيبة في الاهلي وانا عارف بتبع نازلة مركزة في طولة افريقيا لانا عارف فان لقدر الله جول بيفرق لكن انت نازل في الدوري عارف ان دي مباراة من لسه عشرين مباراة لسه لو ضيعتها تتعادل واحتمال وبدري ولسه مشوار طويل فالعيبة نازلة مريحة وده غلط ما ده اللي ضيعت دوري المسلم اللي فات لان نقطة ورا نقطة ورا نقطة بتجيب لجماهير الاهلي نقطة مش كده ولا يكل البصات موطوعة جاكلين جوزيف بتقول نعم اشتركوا في القناة